استنكرت الأمانة العامة للهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي في بيان لها ما صدر عن الإعلام القطري من اللساءة لجملة من كبار علماء الأمة الإسلامية ومن بينهم أعضاء في هيئتها العالمية واتهامهم بالأوصاف المنافية للإيمان وهو ما يعبر بوضوح عن تأثر الحاضن بفكر المحضون الذي صدر للعالم الإسلامي نظريات التطرف والعنف والتكفير والمفاصلة الشعورية لأهل الإسلام وتخرج في مدرسته قادة داعش والقاعدة ولفيفهم الضال وأكد البيان بأن الآلية الإعلامية المسخرة لخدمة التطرف تتولد عنها مثل هذه النماذج وانسلاخها من أدب الإسلام في حفظ الديانة واللسان وضاف أن هذا النشاز الإعلامي لا يلتقي إلا عندما تتكامل دائرة التنازل الأخلاقي في سبيل الوصول لهدفه المشبوه وأن كل مستطلع يدرك الأسس التي ارتكز عليها ذلك الفكر المنبوذ إسلاميا والمدعوم سياسيا وماديا من قبل حاضنة طرائد الإرهابيين وقد تموضعت في خاصرة جهود محاربته وأشار البيان أنه إذا سابق الإعلام في حضيرة الوضاعة ولسيما في تطاوله على علماء الأمة فقد أفلس من كل قيمة وأدار ظهره متنازلا عن كل شيمة ترجمة نانسي قنقر